اللي نعوز أعرفه الموقع ده فقط معني بنشر أخبار تتعلق بنشاطات المجلس أم هو موقع أخباري شامل؟ لا هو يعني مش هيبقى موقع أخباري ينافس هو رقم واحد هو سيكون معنيا بكل ما هو مختص بالإعلام أولا أنشطة المجلس أول حاجة أولوياته تغطية أنشطة المجلس وإظهارها للكاف لأنه في الحياة في شغل كبير جدا في المجلس ما بيبقاش موجود بشكل كما ينبغي في الإعلام الحاجة التانية فكرة أن أنت تكون خادما لجميع الإعلاميين بشكل أو بآخر في قصة المعلوماتية البيانات؟ لا أنا بكلم على فكرة المجلس بيقوم بعدد كبير جدا من الأنشطة زي مثلا التدريب سواء للمصريين أو للإخوة العرب أو الأفرق في معهد التدريب اللي في التلفزيون في معهد التدريب الخاص بالمجلس الأعلى للإعلام في التلفزيون في مسبيرو في مبنى مسبيرو في الحقيقة الموقع وفق التصور الجديد بتاعه هيقدم بعض هذه الخدمات إذا الناس محتاجة معلومات الجديدة في الإعلام سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى العالمي فكرة التقارير الإعلامية الخاصة فكرة التنوير في بعض القضايا اللي محتاجة أن احنا نعمل عليها فوكس شوية لأنه في الحقيقة في حاجات كتيرة جدا نحنا دايما بنتكلم عليها وما بنشوفش الآخر كيف هو فكر في هذا المربع فكرة النظرة الشاملة فكرة أنه يبقى ده موجود بالشكل العالمي الموجود في الدول المتقدمة أو ذات التاريخ الإعلامي الكبير والمهني والمحترم أنتشتة أو نشاطات الحكومة مثلا يعني بشكل أساسي فيما يتعلق بالأساسيات فيما يتعلق بالأخبار الصحيحة والدقيقة يعني فيه جزء يبقى إخباري عن الأخبار الدولة بشكل دقيق يعني فيه بعض القضايا بيبقى فيها لبس كثير جدا فيه يعني حلينا أقول دي اللي أعوز أن أصل إلى سعد جواد اللي أنا فهمه أرجو أن تتك صحح ليس كنت أنا مخطئ يعني إن المجسد قاعدة تنظيم الإعلام هو بيمثل وزارة الإعلام صحيح فلما بيطلع بيان مكتوب مصار بيان صحفي بيطلع من الحكومة المصرية يجب أن يكون أول ما يكون على هذا الموقع صحيح وبعد كده يتم الاستعانة به ونشره من بعد الموقع ونقول ذكر الموقع صحيح ده المقصود ولا أنا فاهم غلط لا يعني الصدايا هيبقى فيه احتكار للأخبار لكن احنا هنسعى أنه يبقى فيه الخبر الصحيح في القضايا الشائكة يعني فكرة أنه يبقى مثلا على سبيل المثال فيما يتعلق بالتوسع في نشر الأخبار الكاذبة يعني فيه فيه قضايا مثلا يعني على سبيل المثال لما نشر في بعض في أحد المواقع مثلا منذ فترة أنه فيه ارتفاع بكرة الصبح للمحروقات وهذا الخبر كان مجهلا وكان غير صحيح ولم يتم الرجوع للوزارة في الحقيقة لما يبقى فيه صورس لهذا الخبر حيبقى فيه مصدقية شديدة جدا فده دي نوعية الأخبار اللي احنا هنبقى مهتمين بيها اللي بتلعب في هذا المربع فكرة الرد على الشائعات بشكل إخبار لأنه فيه كمان مش بس يعني خلينا أقول الداخل المصري لا فيه نوعات أخبار كتيرة جدا بتبقى غير دقيقة وغير صحيحة وما ينفعش نعمل رد فعلا عليها يعني هي الفكرة أن تكون المعلومة حاضرة في بعض القضايا وعايز أقول أنه ده هيبقى دور مكمل للدور اللي بتلعبه الوزارات المختلفة أو المتحدث بسمها أعلى يعني دايما دايما بيبقى فيه يعني خلينا أقول جزء إخباري كده لازم يبقى موجود بشكل صحيح ودقيق فكرة المصدقية الكاملة في الخبر المنشور